لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار اليوم الأحد الخامس من جماد الأولى لعام 1437 للهجرة المواثق الرابع عشر من فبراير لعام 2016 للميلاد نقدمها لكم من موقعي أنا السلافي نعى حزب النور الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو هيئة كبار العلماء للأزهر الشريف والذي وافته المنية فجر اليوم الأحد سائلا الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان كما نعى الأزهر الشريف العالم الجليل الدكتور المهدي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 77 عاما وأكد الأزهر الشريف أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وفكره الوسطي في بيان سماحة الإسلام وجهوده الدعوية على كافة المستويات وأبحاثه ومصنفاته التي أثرت المكتبة الإسلامية نعى حزب النور الفقيدين الذين راح ضحية للإهمال الذي نتج عنه انهيار مسجد الأبعدية التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ والذي كان تحت الإنشاء متمنيا الشفاء لجميع المصابين وكانت ارتفعت حالات الوفاة في الحادث إلى حالتين فيما ارتفعت عدد حالات الإصابة إلى 30 حالات إصابة مساء أمس اجتمع أمين حزب النور بقناء المهندس محمد كمال مع مسؤول الحزب بمراكز المحافظة حيث ناقش ملف الخدمات والمحليات ولجنة الشباب وخطة الحزب لمنتصف العام اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحماية أمنية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في استفزاز واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إننا نعمل على إقامة حكومة انتقالية في سوريا لديها سلطة تنفيذية وتضع دستورا وتعقد انتخابات لافتا إلى أنه يأمل وقف النظام السوري وحلفائه الضربات الجوية على الشعب السوري وأشر الجبير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن قتل 300 ألف سوري وتهجير الشعب من أرضه متابعا إصرار نظام الأسد على الحل العسكري يعقد من جهود التسوية السلمية لكنه سيرحل عن السلطة من خلال الحل السياسي أو بالقوة والقتال الدموي أقدمت عناصر تابعة لميليشيات الحوثي الإمامية صباح أمس السبت على إحراق مجموعة من نسخ القرآن الكريم بمحافظة البيضاء وسط اليمن قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن سويسرا ستدير الشؤون القنصلية السعودية في إيران وستسهل مجيء الحجاج الإيرانيين إلى السعودية أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم الأحد حكما بإعدام أربع إماراتيين هاربين بتهمة الانضمام للتنظيم الإرهابي داعش أدانتهم المحكمة بالمشاركة في الأعمال الإرهابية في الأراضي السورية وهو ما يعاقب عليه القانون الإماراتي أعلنت حركة الشباب الصومالية مساء أمس مسؤوليتها عن تفجير أحدث ثقبا في طائرة تابعة لشركة محلية الأسبوع الماضي بعد أيام على هتافات وتكبيرات لمعتمرين شاهدوا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في بيت الله الحرام رفع ثلاثة أتراك صورة للرئيس رجب طيب أردغان في غار حراء حث الرئيس الباكستاني ممنون حسين مواطن بلاده على عدم الاحتفال بعيد الحب وقال الرئيس إن عيد الحب الذي يوافق اليوم الأحد مستورد من الغرب ويهدد بتقويض القيم الاجتماعية في باكستان أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء إغلاق جامعة دورتموند للتقنية الألمانية غرفة استراحة يقيم فيها الطلاب المسلمون صلواتهم قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الفوضى في الشرق الأوسط وإن غزوها العراق خطأ فادح وأوضح ترامب أن غزو الولايات المتحدة العراق هو خطأ جورج بوش الأخ الأكبر لجيب بوش قائلا كلنا يمكن أن نرتكب أخطاء ولكن هذا الخطأ كان مختلفا كان يجب علينا أن لا نذهب إلى العراق نحن من دمر الشرق الأوسط ألغت الحكومة المصرية زيارة كانت مقررة لرئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو إلى القاهرة بعد تصريحات لوزير إسرائيلي أشار فيها إلى إغراق مصر لأنفاق حماس بطلب من حكومته وعبر الجانب المصري عن غضبه واستيائه من مثل هذه التصريحات العرية عن الصحة لقي شيخ بدوي يدعى أحمد أبو مراحيل خمسين عاما مصرعه مساء أمس السبت بمدينة رفح والذي قتل برصاصة في رأسه من تنظيم أنصار بيت المقدس بدعوى تعاونه مع القوات المسلحة قدت محكمة جنايات المنصورة بالدائرة السابعة بالسجن على ثمانية وخمسين شخصا في تهمة قتل شريف فتوح القماش أربعين سنة من دوم مبيعات عقب فضي اعتصام رابعة حيث صدر الحكم بالسجن المؤبد لسبعة ينتمون إلى الإخوان لمدة خمسة وعشرين سنة والسجن المشدد لثلاثة أشخاص لمدة عشر سنوات والحبس لمدة ثلاث سنوات لواحد وعشرين من العناصر الإخوانية لقتلهم المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد واستعمال القوة والعنف والتجمهر والاشتباك مع الأهالي بمنطقة استاد جامعة المنصورة توفي أمس السبت الطفل حديث الولادة الذي كان قد أصيب بحرق في إصبعه الأصغر داخل حضانة مستشفى بركة السبع المركزي نتيجة خطأ من ممرضة حاولت تدفعته بوضع قرب مياه ساخنة بجواره مما أدى إلى احتراق أحد أصابع يده عقب تسرب المياه الساخنة من القربة ومن جانبها أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل صحة المنوفية أن الطفلة وفي لولادته المبكرة حيث ولد في الشهر الثامن وكان يعاني من نقص في الوزن والتكوين مستبعدة أن يكون متوفيا متأثرا بإصابته بالحرق روى النائب البرلماني رائف تمراز عضو مجلس النواب الشرقية تفاصيل اعتداء ضابط وأمين شرطة عليه وعلى وكيل أعماله أثناء توجهه إلى مرور الزقزيق لاستكمال أوراق خاصة بسيارة جديدة قام بشرائها وبعد تأخر الضابط وتحدثه في الهاتف لفترة طويلة وهو ما دفعه إلى الدخول إليه في مكتبه ليطالبه بالإسراع لأنه يعطل الكثيرين عن أعمالهم وأشار النائب إلى رد الضابط عليه بطريقة غير لائقة وأنه عندما نبه وكيل أعماله الضابط إلى خطأه إنهال عليه الضابط بسيل من الشتائم ليبادله وكيل أعمال النائب نفس الأمر ثم اعتداء الضابط وأميناء الشرطة على وكيل أعماله بطفاية الحريق واحتجازهم إياه في غرفة مغلقة وقطعهم أزرار معطف النائب بحسب قوله قال محمد عبدالغني عضو مجلس وبدائرة الأميرية والزيتون إن البيانة الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس متهمة إياه بالتعدي على شرطة المطار ومحاولته تخطي حدود الدائرة الجملكية مغلوط تماما وينافي الحقيقة وليس سوى محاولة للتشويش على قيام شرطة المطار بالتعدي عليه لفظيا واختطاف كرنيه البرلمان الخاص به حين حاول تعريفهم بهويته كنائب للشعب أكرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم الأحد أن إجراء تحقيق مع الموظف الذي يرتكب أية مخالفات يعد شرطا لوقفه عن العمل وأن لا يزيد هذا الإيقاف عن ثلاثة أشهر تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم الأحد من ضبط 215 كيلو جرام من أسماك البقرة السامة والمحذور صيدها وتداولها بحوزة أحد البائعين بأحد أسواق المدينة قبل بيعها للمواطنين قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية إن مصر لا قدر الله لو تعرضت إلى هزة أرضية لا تحولت الإسكندرية إلى مقبرة كبيرة في إشارة إلى البناء العشوائي المخالف الذي انتشر في الإسكندرية خلال السنوات الماضية غادرت اليوم القاهرة إلى أبو ظبي الدكتورة رانيا أحمد عبد الوهاب الأستاذ المساعد بمعهد بحوث وقاية النباتات تلبية لدعوة الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الوزراء للمشاركة في المنتدر العالمي لابتكارات الزراعية في برنامج العلماء بنسخته الثالثة والذي ينظمه جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري وذلك لاختراعها جهاز الطاقة الشمسية والدايودات لمكافحة الآفات الزراعية والذي حاز على عدد من الجوائز المختلفة والميداليات من مصر وكوريا الجنوبية وروسيا وكرواتيا وأوكرانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والصين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر قرر أحد تجار الدراجات البخارية استيراد نوع جديد من السيارات الصغيرة الصينية التي تشبه التوكتوك من حيث الحجم وهو عبارة عن سيارة كهربائية صغيرة تسير على أربعة عجلات وأخرى ثلاث عجلات بها مقاعد مخصصة لأربعة أفراد وخمسة أبواب وهي أوتوماتيكية تعمل بالكهرباء عن طريق خمس بطاريات تجعلها قادرة على السير لمسافة 100 كم بشحنة واحدة وبسرعة قصوى 100 كم في الساعة ويتم إعادة الشحنة عن طريق مكبس الكهرباء المنزلي بحسب ما ذكر في الصفحة الرسمية للشركة المستولدة على الفيسبوك أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية غدا الاثنين لمدة خمس ساعات ابتداء من العاشر مساء وحتى الثالث فجرا وذلك لإجراء عملية الغسيل الدوري وتطهير شبكات المياه تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي تابع الإيمان باليوم الآخر من سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخ أحمد فريد باب ما يقول للمريض من سلسلة الأدب المفرد فضيلة الشيخ ياسر برهامي المحاضرتان الحادية والعشرين والثانية والعشرين من سلسلة تفسير جزء عم الشيخ سعيد السواح طلوع الشمس من مغربها الشيخ سعيد الروبي الغفور من سلسلة تفسير سورة الحجرات الشيخ محمد إبراهيم أبو زيد ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي من سلسلة شرح السنة للبرب هاري الشيخ سعيد محمود العلم وأسماء الإشارة من سلسلة تيسير النحو الشيخ عبد المعطي عبد الغني ما علاقة سورة الكهف بالدجال من سلسلة قصص القرآن المهندس علاء حامد انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته